أبو عليك كابتن لأنه هل تغيير طريقة اللعب مؤثر بمعنى أننا كنا دايماً متعودين على طريقة 4-2-3-1 4-3-3-4-4-2 كلها كتاة 4 دلوقتي طريقة اللعب أنت رايح لاتجاه آخر أو شكل آخر من طرق اللعب لو 3-4-3 هل تغيير طريقة اللعب يا كابتن فاتحي أثر بشكل إيجابي أو سلبي من كل النواحي كابتن سلام آخر بطولة اتعملت كاس أمم أوروبا نعم الأخيرة كلها الأخيرة آخر بطولة 18 فريق 18 فريق بيلعب 3-4-3 من تفارق أوروبا دي أحدث حاجة لكن الغرض هو مش موضوع 3-4-3 المهم هو مواجبات اللعبين مع اللعبات طرق كتيرة يعني الطرق فيه 4-2-4 فيه 4-3-3 فيه 4-1-4-1 فيه 3-4-3 فيه 3-3-3-1 فيه 5-3-2 فيه كذا طرق كتير يعني لو نهدي لك طرق فيه طرق كتير قوي طبعا لكن الطريقة شيء والخطة شيء مظبوط فاللي بيتغير طبعا كابتن شرحنا فارق ما بين الطريقة والخطة طريقة والخطة طبعا طريقة اللي أنا قلت عليها دي دي طريقة شكل إن هي 4-2-4-4-3-3 اللي هي 4-2-4-4-2-3-1 5-3-2-3-2 3-4-3 كل دي اسمها طريقة اللعب اللي هي اللعبة قبل المباراة في الملعب قبل ما كرة تتحرك تمام أول ما كرة هتتحرك سواء مع الخصم لو هما اللي هياخدوا ضربة البداية الفرقة اللي قدامك أو احنا هناخد الكرة في أي حالة المهم الكرة تتحرك أول الكرة متتحرك كل واحد من الـ 11 لعب بما فيهم حرس المرمى له واجب تبدأ الواجبات تبدأ الواجبات ايه؟ يعني تبدأ الخطة يعني متى تبدأ الخطة تبدأ لما الكرة أول ما الحاكم يسفر حتى الحاكم لازم الكرة تتحرك بعد ما الكرة تتحركت خلاص تبدأ خطتك لو انت الخطة الكرة معك يبقى فيه خطة لو انت الكرة مع الخص يبقى برضو فيه خطة يبقى فيه تحرك ايه التحرك ده؟ بناء على واجبات اللاعبين اللي هو المدرب من الدهالو تقول لي طب احنا لعبنا الخمس مباريات بنفس الطريقة لأ هنا لعبنا بنفس الطريقة بس مش بنفس الخطة نعم فالناس تقول لك ده اختلف ده غير لعيب ما ممكن اللاعب اللي نازل له ينزل له واجبات غير اللاعب اللي قبل كده نعم فالخطة شكلها بتتغير في المباراة تمام يعني أثناء المباراة ممكن خطة تتغير ليه؟ الواجبات ممكن تتغير طيب